تويجت أشغال الندوى الخامسة عشر لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط خمسة زايد خمسة ببيان الجزائر الذي دعا إلى ضرورة وضع مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود إضافة إلى محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية والتعاون في مجال الحماية المدنية والجماعة المحلية يحتوي بيان الجزائر الذي تم المصدقة عليه اليوم من طرف جميع الوزراء عناصر ملموسة إيجابية للغاية ولا يسعني إلى أن أهني علانا زملائي الحاضرين اجتماع الجزائر الذي تصدرت المسائل الأمنية جدوى أعماله كان متبوعا بندوة صحفية تناولت مختلف النقاط التي تضمنها إعلان الجزائر إضافة إلى التطرق للأوضاع الأمنية في منطقة الساحل على ظوء التطورات الأخيرة التي تعرفها هناك الكثير من المصدقات التي تصدرتها لغاية هذه التطورات لغاية هذه التطورات هناك تواصل مستمر من أجل ضبط الحدود ومكافحة الأنواع الجريمة المختلفة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمخضرات وإلى آخره وتنسيق أثمر نتائج كبيرة جدا مع الشقيقة الجزائر وكذلك تونس وكذلك المغرب وكل الدول حتى مصر في الشرق الندوة التي افتتح أشغالها وزيرة الداخلية والجماعة المحلية دحولت قابلية اعتبر بأنها تنعقد في سياق دولي وإقليمي حساس تطبعه تحديات عديدة تواجه أوطاننا وهو ما أكدته وزيرة الداخلية الإيطالية باعتبارها منظمة الدورة السابقة يمكننا العمل لكي أشغالي دورة السادسة عشر لوزراء داخلية بلدان غرب المتوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة